هو أحد طلبات الجهاز الفني والذي تم تكلفنا بيه من الكابتن محمود الخطيب والحمد لله مشت المفوضات ما خدتش وقت كتير يعني خصوصا مع نادي وادي دجلة لأنه المسألة لما تكون محتاج لعيبة مش محتاج أنك إنت تتشطر ولا هم يتشطروا خلينا نخلص في الإطار الموضوعي اللي يلبي احتياجات الفريق وهو ده اللي تم عشان الناس اللي بتتكلم لأ لما يكون حاجة بتستحق بتجد الاستجابة السريعة وده اللي حصل مجرد ما الكابتن محمود الخطيب عرف تفاصيل الاتفاق لم يتوانى خاصة أنه كان الموانس ماجد سامي قد قرر أنه يسافر يروح يطمئن عليه فقلت له دي تبقى هديتك للكابتن محمود وانت دخله كده بدل بوكيوارد تقول له يعني إحنا خلصنا هذا الموضوع فأعتقد أن الأمور مشت كما نبغي بعلاقة مميزة الحقيقة بيننا بين وديدجل والكواليس؟ ماهو الكواليس ما تهمش حد إنما اللي يهم منها حقولك حقولك كعنوان خلال الفترة الماضية عيشنا يعني في التركيز على الصراعات التي تحدث في النادي الأهلي ومين زعلان ومين موصوت ومين حيتعاون ومين مش حيتعاون كابتن الخطيب قال له كابتن عايزين نختصر بقى إحنا هنبتدي نشتغل واللي عايز يتفضل يحط ييده في إيدنا أهلا بيه الرجل قال فورا جاهد فورا تمام الدعوة اتفتحت لكل الناس المعنيين بالأمر لازم أشيد هنا بالكابتن فضل لأنه الحقيقة ما قلت له محمود فضل آه قلت له اسمع اللي حيجيلي بالليل أنت بتقول أنا عامل وعمل 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 وأنا متأكد أنك عامل شغل ليس وقت مناقشات في أي حاجة حتجيلي بالليل بإذن الله هنخلص لأن الأهلي لن ينتظر من أبناءه إلا هذا ولن ينتظر طويلا لازم في حد يخلص الشغل ده فالحقيقة جاه حتى كابتن حسام غالي جاء بناء على طلب اللاعب يعني هو الزار بيلعب في نفس المركز أو بيتأسى بيه كان نفسه قابله وجاء معه كيلو نادر شوقي وما خدتش لعدة نص ساعة عشان نكون مخلصين كل حاجة فالحمد لله زي بيقولوا الحاجة قرف دي صفقة قرفتها حلوة مشت بهدوء مشت بقيمتها محدش غلب التاني فيها حتى حتى الشروط المحطوطة هي شروط مرتبطة بأداء اللاعب يعني أداء اللاعب ونجحاته ونجحاته وأنا معي دي تماماً أنا عايز أشارك الأندية بس ما تشتغلوش معايا بمنطق إيه هات المبلغ لا خد مبلغ كبير برضو كل حاجة والباقي خده من خلال أداء اللاعب أكسبنا وانت فيه كل ما يتطور معايا شريك فيه بالزبط الحقيقة كان فيه استجابة لهذه الفكرة الفكرة والحمد لله يعني بإذن الله تكون أساس ناجح في العلاقات ده ممكن يكون تفكير كويس احترافياً يحل مشكلتين يحل مشكلة أنك أنت ممكن تجيب لعيب وانت عندك تطلعات وعندك أحلام وعندك أمال كبيرة معاه لكن الظروف ما تخدمش أو ما توتيش أنه ينجح بالمستوى اللي أنت كنت منتظره فيبخسرت كل الفلوس اللي أنت دفعتها هذا الربط ما بين القيمة بعدد مشاركات اللاعب ونجاحاته يحفظ للنادي هذا الحق ثم يحفظ للنادي صاحب اللاعب أصلاً حقوق مترتبة على هذا النجاح يعني هو مثلاً عايز مبلغ كذا لا خد تلتين المبلغ ده دلوقتي والباقي لو شارك ولو نجح ولو احترف بره لا يدرني أنا يوم ما أكسب معنوياً وفنياً ومادياً أن صاحب اللاعب يشاركني في هذا الأمر هو ده كان هندسة أو فكرة هندسة الاتفاق والحقيقة الجميل أنها تجد صادع عند الكابتن على طول وافق بدون تردد ولقيت برضو قبول عند المنسي مجد سامي لأن كده إحنا كلنا بنكسب إحنا واللعب خلي بالك اللاعب لما بيدفع في مبلغ كبير قوي بيبقى ضغط عليه كل الناس هو ده أغلى لعب في مصر هو ده اللي الدفع في كذا لأ أنت من خلال أدائك وإنجازاتك تقدر تبع كده خد نديك ياخد له وعجو وأنت كمان حتى هندسة عدك مبنية على أنك أنت هتكون لعب ونتج مش موظف وده حل ما يملكهش بنسبة كبيرة إلا الأهلي باعتباره أنه هو أعلى فرص النجاح اللي ممكن من خلال هاللعب يعني إذا اعتبرنا أنه بايت الأندية لم أعدرش أن أنا صادر على أحد لكن مداخ النجاح موجود نحن بنهاية المناخ وبنتوقع الاستجابة وبنتوقع التوفيق وبنتوقع الانضباط وبنتوقع الإرادة ما هو اللاعب مجموعة حاجات مهارات وده بتخص اللاعب وده هدية من ربنا أي إمكانات بدنية نصها أو تلتينها هدية جفت وتلتينها من الله سبحانه وتعالى والتلت التاني إرادة وتدريب وتوفير مناخ ثم شخصية عايزة تتطور أي وعايزة زمالها تساعدها فبتخش تكسب حبهم وتكسب من خلال الاندماج وخلال مفهوم العمل الجماعة يا سيد زبريم ده بتشرح للعيب قبل ما يمضي أنت داخل على تيم مش داخل تعبر عن نفسك أي ويحضرني هنا تاني كلمة كابتن أحمد فاتحي إذا كنت عايز تلعب فاردي بلاي جولف اللي بينجح معنا بينجح من منظور العيلة عارف العفار دلعب جولف آه فكابتن أحمد طبعا لأنه ما بيعرفش يلعب جولف ده هو لعيب جماعي من طراز أول دحل طبعا أسهل حاجة طلبت منه أسهل حاجة بتناسب طبيعته وده اللي مخليه متقلق لحد النهاردة إن إحنا نشيل بعض كلنا صحيح فأنا أتمنى أن يكون دي الخامة للأهلي بيبحث عنها في المركز ده ولا تنافس المتنافسون والعدات شرال أحد يعمل إضافة آه مش خلاص ما فيش حد يتكلم إنه هيحصل تردد في حاجة لا شغل مستمر شغل مستمره مع أو إنهاء أي عمل بتلمسوه وده عودة إلى نظام عمل النادي الأهلي بقى زي ما قلتلكم من شوية هذه هي أجوال الاستفاقة والعودة العودة على كافة المساعدة ساذ إبراهيم يعني النقطة اللازمة للناس تفهمها أنا لم أعلن أي وملا يعنيني أن أعلن ولما أكلمت الكابتن سيد وراجع كان في الأوتوبيس لسه كابتن سيد مبروك قال لي إيه قلت له يعني خلصت والعقد والبصمة والاستغنى والشيكات طلعت وناس استلمتها قال لي كل ده قلت له الحمد لله تم النهاردة قال لي تم تعلم وقلت له مش بتاعتي مش بتاعتي تفضل أنت بالطريقة اللي تشوفها مناسبة النادي أهلي والتوقيت اللي يناسبك بس هو ده اللي حصل يعني أعلن هو راجع في الأوتوبيس من المارتش بيترو جيت مفيش خمس ده لقيت المواقع بتكتب لأنه كان حريص أنه هو يعني يعني برضو هو كسبان وعايز يدي طاقة إيجابية برضو اليوم يبقى حلو كده يعني صحيح عنده فلسفة كويسة الكابتن سيد يعني صحيح